ستار تراند وفي مكان ضع الكيف ديما نهار لحد نرجع للبرامج التلفزية مع أشرفاكا وللي كنها رحا ديز نعنو دي بريف بيانسور خاصة انو فاما برشا برامج في سهرية سبت نبدل المحطة ونبدل الفلسطة خاصة نتابو في سهرية سبت نحاولو بش نتفرجو في البرامج الكل بش نحكيو عليهم نهار لحد بيانسور نبتل قناة الحوار التونسي ونحكيو على برنامج فكرة سامي الفهري اللي قدم فيه هادي زعيم برح كانت ضيفتو الفنانة المتقلقة والكبيرة نبيها كاراولي بيانسور كان حضور ياسر مزيان برح صار رحكيت على الاطلالة اللي قالت ناي لكن الحضور والبساج والاغنية كان بيك ياي على عكس الاطلالة بيانسور صار عند الحجاج متاحة برح نبيها كاراولي كانت حاضر رح كيت على جديدها اغنية جديدة متجددة اغنية هذي اسمها هاي طلت اخراج ياسين طبقة بينسور في التعامل نقاو الثنائي ياسين حمزيوي امين القلصي نسمو اكسري صغير من الاغنية هاي غنية سبعة غنية ثمانية غنية تسعة ديمن خامم تولت حسها غنية تسويق الكل هذي يعطيك الصحة خاصة دل انه غنية ياسر مزيانة كلمها بيانسور جي من فنانة ياسر مزيانة فنانة وفية اختياراتها الموسيقية وفية لكلامها وفية اللهجتها وفية القفصة البي يا هكيت على برشا حاجات البي راحة نبيها كاراولي هكيت على علىقتها بالفنانين التوين hisكيت زيدة على طريف سارولها في التسعينات في بعض الحفلات كيف كيف بيانسور شفنا برشا عجب على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور الفنانة نبيها كاراولي خاصة انه برشا العباد برشا عباد متعطين لاطلالة نبيها كاراولي عندها برشا مظاهرتش في الاعلام تونسي ظهرت فيولوك متجدد أعجب برشا ما عجبش برشا عباد أخرين لكن بيصير الإعجاب يبقى للأغاني تونسية المزيانة لكلنا نحفظهم أغاني الفنانة الكبيرة نبيها كاراولي ذلك عليش قلنا أنه فما حملة إعجاب من روايد مواقع التواصل الاجتماعي فما زادة برشا فنانين هبطوا كلام يسر مزيانة على نبيها كاراولي الفنانة تونسية روضة عبدالله قالت فنانة متميزة ثقافة وحضوره كاريزما لكن استاتيو اللي دار برشا من فنان هو ولد جير بحكينا عليه خبيليك الفنان الكبير شريف علوي اللي هبط تدوين على زميلة نبيها كاراولي قال فيها حرفيا نبيها كاراولي تميز وتفوق واختيارات صعبة كاريزما وحضور روحك قال ما اللي عرفتها في بدايتها كنت متأكد إنها بش تكون متفردة وقال يسر كلام مزيان على نبيها كاراولي قال إنها سفيرة لتونس إنها ابنة جفصة البيا هذا كان كلام الفنان الكبير شريف علوي كيف كيف زاد برشا الموضوع تطرح إنه نبيها كاراولي ما عندهاش لقب في تونس نعرفو عنا أمير الطراب العربي ديفا السلطانة برش عباد كيزيو يسميو نبيها كاراولي يخلو نبيها كاراولي بالقفصة الفنانة اللي تحكي بلهجتها الفنانة اللي تغني برشا تونسي لكن ما فماش لقب وكان كلامي صحيح إنه نبيها كاراولي من أكثر الفنانين تونسي لعنده مرصيد غنائي وأغانيها يعني حتى كان أغاني قديمة تبقى متجدة ومواكبة للعصر أكثر أغاني تتغنى في الأعراس كيف كيف الحفلات وكيف ما قلت انتخبيليك الأغاني بتعني بيها كاراولي تتسمع في كل وقت هذيك عليش البارح هذي زعيم اقترح عليها لقب جديد هل إنه نبيها كاراولي وافقت عليه ولا لينا سمع ببعضه حرية المتلقي في أنه يسميني اللي يحب بما ناس يقوله المثقفة وناس يقوله الأصيلة وناس يقوله أيقونة وناس يقوله هذي نشوفه في الكومنتير سلطانة كمير سلطانة غالباً تتعاود كلمة سلطانة يمكن على جالي ديما يقولولي أنت غالباً هذيما يسمع مراه كلاس مراه راقيا مراه فينو مراه ندره شنوه فهذا الكل يقولك هل يحقوا لي بيش نقترح اسم يحقوا لهو يحقوا لي أما منعرش أي ولا لي أما خليه نقولك أنا يطلع على بالي بنكاراولي صوته جميل شكله كطائر ممتاز الكاراوين فوقتني يا هذي فتقبل أنه تولي الكاراوين نبيها الكاراوين وعليش ليه كاراوين الأغنية التونسية نبيها كاراوين يقتلوا علش ليه ما قاتلوش أي لكن هذي بقى في الحلقة الكل يسميها ويعيطي لها كاراوين الأغنية التونسية بينصير في التعليقات فهما برش عباد رحبت باللقب هذي فهما برش عباد قالوا ليه خليلنا نبيها كاراوي كما نعرفوها نحنا بنت جفصة نبيها كل واحد كيفاش يسميها كما هي حكاة قال برش عباد يقولوا لي الفنانة المثقفة برشا عبادي يقول الفنانة اللي عندها كاريزما لحق أنا مرحبش برشا باللقب متاع كاراوين الأغنية تونسية نحب مثلا نقول نبيها كاراولي نقول جالولي جاي برشا غنيات تونسية تفكرنا بصغنة تفكرنا برشا حاجات مزيانين نفضل إنه نبيها كاراولي تبقى الفنانة تونسية أو بنت قفصة نبيها كاراولي هذي بالنسبة للتلفز ومازلنا في الموضوع خلنا نقوله من الامبيانس بتاع الجول غناء الأصيل وما إلى ذلك نرجو على أخبار رحكيت عليه قبلة شوية في فقرة مفيتك شاي مصباح بكري وانا نحكي على الموضوع متاع الدورة الاستفنائية الانانس كانت صارت عندها الجمعة التالية لمختلف التفاصيل لازم كل الانانس في بلادنا للأسف جي معها بوليميك نقول للأسف حتى ما يتعدى مورو للكرام ماش حاجبية ولا خايبة هذة اللي شجوا عليه توتسيت في ستار ترانس نحكي وعلى أيام قرطاج سينمائية لهايفا مؤخرا برشا كلم تقال وبرشا كلم دار على ما يوقع التواصل الاجتماعي بخصوص أنه قرطاج سينمائية بش تكون كل عامين معادش كل عام بعد تصريحات وزيرة شؤون ثقافية حياة قطاط الجرمازي لكن بما أنه نحتفل بمئوية السينما التونسية البارح الوزارة في بلاغ أعلنت على تركيب الدورة الاستثنائية اللي بش تصير من 28 أكتوبر 4 نوفمبر 2023 وتم أعلن أنه الرئيس الشرفي بشكون المخرج الكبير فريد بغدير المديرة الفنية المسؤولة عن المسابقات الرسمية لميا جيجا المسؤولة على تظاهرة مئوية السينما التونسية محمد شلوف نلقاوزهده المسؤول على العلاقات الخارجية عماد دبور بينسيو الأسامية ذي كما كل عام تلقى انتقادات بين أنه أسامية شفنهم يعني أنا بدي انتقتره وليمسباح قلت هو ما بيدهم نفس الأسامية للأسف دي ما يعودوا يرجو معناها عبارة لو بيكلون هو بيدهم معناها دي ما يدوروا كل واحد يبدلهاو كالقب شكون الخطوين لكن ما فميش نفتاح ما فميش تشبيب كبير ما فميش نفس الشابابي خاصة هذا اللي ريناه في التعليقات إنه برشا مخرجين شبين قاعدين يتقلقوا خارج تونس أو داخل تونس هذك علاش يفضلوا إنه الأفلام من بتاعهم يكون الأعلان من مهرجانات دولية خارج تونس ما عادش نتشوفوا في أيام قرطاج سينمائي متاع أفلام توينسا وبرشا انتقادات من النوع هذا أغلب الانتقادات مشيت لرئيس الشرفي فريد بغدير الكرونيكوز السابقة بقناة كارتاج بليس غفران بيونوس تهبط تدوينة أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تدوينة هبطة البارح في الليل تتهم فيها أو توجه فيها كلم بخصوص فريد بغدير وتنتقد كيفاش يتم تعيين فريد بغدير خاصة بيسير حسب كلم غفران بيونوس إنه عنده سوابق في التحرش خاصة في مهرجان أيام قارتاج السينمائية ووجهت رسالة قالت فيها نحب نوصلها لأنفسنا وللعالم وضحايا للتحرش من تعيين فريد بغدير رئيس شرفي لأيام قارتاج السينمائية بيونسيور حكيت على الحادثة اللي صارت تقبل إنه فريد بغدير تتحرش بنساء وقالت لمحترم إنساء الموجودة ولا الحضور ولا محترم نفسه ولا عمره ولا تكوينه وهذا كان عنده تكوين من أصله البلدان المتقدمة ومتحضرة الكل تحط في المتحرشين في البوبيل إلا في تونس يتحط رئيس شرفي وأعلنت أشتاغ هيفا قالت أشتاغ رئيس شرفي بلا شرف أشتاغ المتحرش ما يترأسش بيونسير هذا كلام لكن تتفكر أنه يعني ما نبعدوش برشا على كلام غفران بينوس تقريبا في الدورة السبعة وعشرين لأيام قارتاج السينمائية اللي صارت في الفين وستاش فما فيديو دارت برشا وقتها على موقع التواصل الاجتماعي كيفا مبرشا قنوات عربية أو بالأخر قناة عربية وحيدة قامت بروبورتاز سميته المخرج المتحرش والفي التقرير هذا هيفا كانت حطت بعض اللقاطات من عمليات التحرش اللي قام بهم المخرج التونسي فريد بغدير وقتها وقت اللي كانوا كما قلوا وصفات ملكات جمال تونس من كل الولاية كانوا حاضرين في التابيوغوج وقتها كان يحكي معهم المخرج التونسي فريد بغدير ولاحظوا أنه من كلامه فما برشا تحرش ربما غفران بنوس استحضرت الحادة هذه اللي صارت في 2016 في الدورة 27 لأيام قارتاج السينمائية نعرف اللي غفران بنوس قبل ما نشوفوها في التالفزة أو الإذاعة كانت ناشطة برشا في المجتمع المدني هذا كعليش عندها دراية بالحيثيات وتفاصيل خاصة المواضيع هذه اللي نعرف وهي مناصرة برشا لحقوق المرأة من بين الحاضرات اللي دافع عليهم هي اللي عمر ضد المرأة كيف نحكيه على التحرش اللي قاعد تصير على نسية توينس هيا مابون فريد بغدير زادا اسم كبير في عالم السينما التونسية كيه فما نوع من الحاجات هذه اللي اديك في مسيرتك كيفاش تتصرف كمدير انتي زادا فيما بعد كتاريخ ومسيرة كبيرة أوراك منعشها نستنى منه بوتاتر انه يجاوب او او يرد على الموضوع هذا بالذات او منعش كيفاش تكون ردة الفعل في الحالة هذية اذا كانت تلقى هيا زادا شكون يرشع السادة ويساند وقالاليه هي طرحة نقطة خنقوله بالنسبة للموضوع هذا بالتحديد هي نقطة الترقت لها غفران بينوس لكن بينسور كما قلنا هيا فكي نرجع نتفرجه في التقرير اللي هبط في 2016 بينسور الحسب الكلام التقرير متع القناة العربية انه فما بعض المؤيدات تتأكد انه فريد بغريد اتحرش ببعض كما قلنا وقتها يظهر لي وصفات ملكات جمال تونس اللي كانوا حاضرين في التقريروج لكن المهم وليس الاهم انه الدورة الاستثنائية هذي تصير في ظروف طيبة نشوفه برشة ضيوفي جيوي نوره تونس خاصة متوانسة اللي عايشين برة ما نحكيوش على الظيوف الاجين خاصة اللي نفكره اللي صار في درنيه ما في الحمامات كلاش اللي صار ما بين فتح الهداوي ودره زروق برش عبيد احكيو على مغادرة كلاش متاع اجهيل هو بيدوره ونفس الموضوع اللي احكي فيه اكثر من مرة فتح الهداوي على النجمات التونسيات اللي في مصر اللي قال حتى واحدة فيهم مع عاملة كارير ياسر رمزين اسبق احكيه على فرد يوسف وطول احكيه على در زروق ان شاء الله كما قلنا المهم والاهم انه الدورة هذي تصير في ظروف ياسر رمزين اذا اللي نجم قلوب التوفيق خطر الاسم كبير كماما والهدف زيد السنين انه يتعدى كوشي تحت ظروف طيبة رهي مئوية ومهيش شوي اشتركوا في القناة